السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا في كل مكان عملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتونا كتير 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 والفيديو اللي فات للفيديو ده اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ألي وصحبه أجمعين عملين ايه يا حباب ألبم مكرم وحشتونا بصوا فيديو بتاعنا النهاردة جميل جدا في بس حد كده بعيد لشاب عاوز نصيحة هعرض عليكم طلب الشاب ده وانتوا قولوا له نصحته نصحتكو ليه في الكومنتات مشي الشاب دي يقول ايه لو سمحت أرجو النصيحة لأخوكم أنا شاب متزوج وليه أخ أكبر مني وأخ أصغر مني تم وفاة أبويا بعد ما تجوزت بسنة وأمي بعد ما توفى أبويا وستني على أخويا الصغير قالت لي خلي بالك منه علشان أنا هحصله هحصله قلت لها يا أمي ما تقوليش كده ربنا يديك طلط العمر وبالفعل تم وفاة أمي بعد وفاة أبويا بست شهور ومن ساعتها أخويا الصغير ساب الشغل واتجه لطريق المخدرات أخويا اللي أكبر مني أنا غلبان جدا مش عارف مش عارف يتكلم مش عارف أتكلم معاه وأنا مش عارف أكلمه كل من يتكلمه يقول أنا هسيب البيت وامشي وإحنا خايفين عليها أنا مش عارف أعمل إيه أرجو نصيحة وشكرة الشاب ده يعني بيطلب نصيحة يعمل إيه أبوه وأمه وصوه على أخوه الأصغر منه وهو أخوه الصغير ده اتجه لسكة المخدرات فأكلم أخوه الكبير أنه يحاول معاه أن الولا يبطل يعني يبطل المخدرات دي ويعدل من نفسه وكده يعني فالوادي اتجه لسكة بصراحة السكة دي اللي يروح فيها ما بيرجعش فيبني ربنا يعينك ويقدرك على خوك ده وأنا مش عارف أقولك كيف بصراحة بصوا أنتو أنتو أنت مش أخ واحد أنتو أخين أنا نصحتي لك أنتو أخين أنتو ممكن تمسكوه وتودوه ما صحة وتعالجوه وسعيك هيخرج ما مش هيرجع المخدرات تاني ده حل لو هتعرف تعملوا كده هيكون أحسن ده حل وانا أشوف آآ المشاهدين عندي هيقولوا لك إيه أو هيينصحوك بإيه وياريتك تشوف التعليقات هما هيقولوا إيه ده شاب طالب نصيحة مننا جماعة إن إحنا نقوله يعمل إيه فخوه اللي هو تجه وراح سكة المخدرات اللي هي السكة اللي يروحها ما يرجعش منها تاني تعالوا بقى هنا الفيديو بتاعنا الأساسي النهاردة إن شاء الله كده عاملين بسم الله ما شاء الله علي عاملين بسم الله آآ عاملين كده أنا فراخ بالفيجيطار وملوخية ورز وسلط بطرشي وعملين غدا جميل جداً ويستاهل بققك والله بالف أنا وشاف على ألوك آآ عملت النهاردة الأكل ده بصراحة يعني أنا عندي كلام كتير نفس أقوله بس يعني والله العظيم آآ مش هينفع أقوله بس هنعمل إيه يعني مع غيره الأسعار ورفع الأسعار نخلينا والله يعني الواحد مش عارف يقول إيه أو يعمل إيه بس هو الله المستعان وربنا كريم وربنا عالم بحال كل حد وربنا يقدرنا على العيشة وعلى اللي إحنا فيه بصوا جماعة عملنا كده إحنا الأكل ده أنا عملته النهاردة ما أبردش أعمل معاكم الطريقة اللي أنا عملتها معاكم خمسين ألف مرة يعني مكنش محتاجة افتكاسات يعني إن أنا آآ أصور لكم الفراخ وبتتسلق الملوخية الرز وأنا بعمل الفراخ بالفيجدار مش بحتاج أصور لكم السلطة يعني فبس بصور لكم كده يعني وإحنا قاعدين بناكل كده بخليكم إيه آآ بتحضروا معانا يعني بتشخونا وإحنا بناكلوا كده آآ يعني بحبش ناكل حاجة من وراكم يعني حتى إذا كانت بسيطة أو غير بسيطة بحب ناكلها معاكم يعني وبحبكم تشاركونا في كل حاجة أنا عن نفسي والله بحبكم تشاركوني في كل حاجة في كل فيديوهاتي في كل آآ عرضة أنا بعمله بحبكم تشاركوني فيه والنهاردة دا كان غدانا آآ الحمدلله رب العالمين يعني آآ عملنا كده الأكل اللي انتم شفتوه بس بالله عليكم ما تنسوش النصيحة بتاعت الشاب اللي طلبها مننا وبيقول أخوه مش عارف يعمل معاه إيه فبالله عليكم اكتبوله النصيح اعمل معاه اخوي أنا قلت له على نصيحتي فمش عارف انتو هتكون موافقيني في الرأي ولا لا أنا قلت له آآ انت واخوك ممكن تاخدوه تودوه ما صحة وتعالجوه مش يرجع للسكة دي تاني دا حل آآ لو انتو بقى عندوكو حلول تاني او انتو عندوكو نصيحة تاني قلوه هالو يمكن انتو آآ تفدوه اكتر مني بس انا يعني شايف ان انا النصيحة اللي انا قلت له دي آآ يعني معقولة و ممكن يعني ممكن تنفعه و لو وصلتوا هنا معايا يا جماعة الحد هنا كده ياريت تعطوا اللايك باللي عليكو وتشاهدوا لنا الفيديو وتشتركوا في القناة لو مش مشتركين في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يصدقوا مني كل حاجة انا بنزلها وبشكر كل اخواتي وحبيبي اللي متابعيني من خارج مصر ومن داخل مصر بحبكو جدا جدا و آآ بشكركم اوي اوي على مسندتكو لي وعلى وقفو كو لي وعلى دعمو كو لي بجاد انا من غيركو ولا اي حاجة آآ آآ احنا بنغيرها آآ احنا بدي حياتنا وآآ واحنا مبسوطين بيها وآآ يعني آآ حلوة وحشة يعني آآ حياتنا وإحنا مش يعني وإحنا مبسوطين بيها جدا يعني آآ مش مش هنغيرها آآ أسفة طبعا عشان صوت آآ آآ عزة بيطلع في الفيديو وده بيكون الفيديو بتاعي يارب الفيديو فيديوهاتنا البسيطة تكون بتتنول إعجاب حضراتكم وبالله عليكم ما تنسوا ليش في اللايك تحطوا اللايك تتغطوا لي لايك ولو مش بشتركوا بالقناة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وآآ بحبوكو في الله بحبوكو جدا وأشوفوا الشيكة على خير إن شاء الله فيديو جديد مع ألف سلامة أكبر اشتركوا في القناة